سمعنا عن قصة سوراية واجينا عشان نفهم القصة كلها. سوراية هي ضحية اعتداء من قبل الاهل وبالتحديد من عمها اعتدى عليها وعلى اساسها سوراية بقت ام لطفلة مش عارفين ما صرها ايه. ولما ده حصل زوج سوراية كان لي رد فعل نسمعه في الاخر بس هنسمع قصة سوراية من البداية. زحرك يا اومي عملي. الله يسلم. الله يسلم. الله يسلم. بارك يا سوراية. دولنا. انا اريد اسمع منك انتي. تحكي لي القصة كلها. سوراية في الاول. اول ما وفتها رجلها. جالها عريس وتجوزت. وكان راجل كويس صح? او فعلا. وما اللي حصل بعد? هي كانت متجوزة قبل كده وحصل انفصال بسبب الخلفة. هو ما كانش بيخالي. الجسة الاولاني اول. اه. فهي كان عنده ظرف اه فعلا كان راجل كويس وما فيش بعد كده. فالمهم. وهو الطلاق بس عشان ما هو ما بيتخالي. اه الطلاق كان عشان كده. انما لو ما كانش كده ما كانت عاشت معه كاملته اياه. اول نصيب انقطع بسبب كده. وبعدين اما اطلقت اتقدم لها بقى اللي هو جزة الحالي ده. ده جزة ده برضو من قريبكو ولا غاركو ولا. لا لا. ولا قريبنا ولا غارنا. ده هو من البلد اي بس احنا اساسا يعني ما كنتش عارفه. هو سمع عنها واعرفها. وسأل عنها وكده وجه. اتقدم. فلما اتقدم بقى احنا وفقنا بيه. بس فبعد الكلام دوان هي اطلقت. وبعد ما اطلقت وعدت اشهر العدة بتاعتها كتبوا الكتاب وتجوزت. ففي الفترة في شهر 11 دوان عمها دخل خبط على البيب وفتحت له ودخل خبطها على دماغها وعمل في البيت ده اللي احنا فيه. في نفس البيت ده. الشقة دي. اه. دخل البيت. دخل خبط عليها. كانت سبوع مراته وكان واخد الشو اللي بيعمل عليها زي بتوجه كده بيعمل عليها اكل عنده. اه. فهو جايب هلها. فطلع امك فين? قيت له مفيش حد هنا. دخل انا طب عايز اشرب. قاملت تجيب له مياه من التلاجة. دخل وراها خبطها على الدنخة وكتم نفسها وهي كده كده عندها كهربة زيادة. دربك على دماغك بيه يا سرعة? بييده. ومعها على دماغها ولفك بالبطنية. ولفك بالبطنية? اه. طب انتي ما صرختيش ما صوتتيش. لما ما درتش لما خبطني. لأ واحدة. ما درتش بحاجة. ميسرتك عندها كهربة زيادة. عندها كهربة على المخ. طبعا ان هو خبطها الخبطة اللي خبطها اللقمية في دماغك كده. وقعت على وشها. ما عليش يا امي. انت مكنتوش مدين خوانة خالص تعمها. مش قلقانين منه. وكان ليه سلوك مش متازن. ما فيش اي دلائل على الموضان. والله ما كان فيه حاجة ولا شفنا منه حاجة. وانت يا سرعة ما لمحلكيش انه هو مثلا عنه منك او اي تصرفات او كلام مش مقبول. خالص. هو بقى في اليوم ده طبعا عمل اللي عملوا معيها انا ما كنتش موجودة. فانا طلح لما جيت من بره وطلحت انا شايفها ان هي قاعدة لوحدها وعما اتعيت. بتعيت ومنهورة وجسمها بيخشب وكلام من ده انا مش فهم ليه. بقى نجري بقى على دكترة نفسيين. ومخوا احصاب وبقيت وروح لمشايخ. قلتي مش عارفة فيه. في الاخر خالص بقى لما اتجوزت كتب كتبها. ده بعدها بدي. اللي حصل ده كان فخر. حداشر اربعة و عشين حداشر او خمسة و عشين حداشر. هي انكتب كتبها في اتناشر. بس هي ما PGH اللي حصل. اه هي ما苦ت لاية حد. محكتش ما قالسش الحد. اه. اللي كشف الحامل على فكرة. اللي كشف الموضوع ده الحامل. ازاي difference? لما هيه طبعا هي انكتب كتبها انكتب كتبها في اتناشر دخلت السابعة واحد. اتجوزت دخلت على جسة سابعة واحد. اجي بعدها بشهر ونص أو بشهرين. هي تعبت. عمل اختبار قال ده حامل اتصلوا بي انها حامل وكده اجيب بعدها في فترة كان نازل عليها دمه وبتاح فروحنا لدكتور قال ده دم يزيد فيه المهم هي ايه اعدت هو ما اتطمنش برضو لما لقاها تعبان اخدها وراح له دكتور تاني في اشمون الدكتور قال له روح بيتك ورن علي رن علي قال له مراتك حامل من قبل الجرس بشه انا ما عارفناش انا ما كنتش اعرف هو اتصل بي رحت له بيته في ايه انا رحت للدكتور وحصل واحد اتنين ثلاثة والدكتور قال له مراتك حامل قبل الجرس بشهرين قولي لي منين انا بعد ما كتبت اكتب على بنتك اتحيلت عليها مسيكتها اقرب لها بترفق كل الكلام ده الحامل ده منين طبعا انا نهرت زي اي حد بيسمح خبر زي ده انا عميها عمل كده كنتش اعرف انا بقى الشيطان يلعب بدماغي طب مين احد مثلا من الجران طب ايه اللي حصل ما بقيتش عارفة هي مع كتر انهيار قدامها ولطني بقى وصريخ وكده قولي لي من اللي عمل كده في ايه قالت لي عمي عمي سميري اللي خبط علي وعمل في كده طب ما قلتش لي انا خفت خفت على اخوتي طب خفت على اخواتك اه هو قدر الله ومشاء فعل وهو منه لله بقى وحسب يا الله وانعمل وكيل فيه طب انتو واجهتوه جبتوه واجهناه عمل ايه اول ما عرفنا الكلام ده كان بالليل ابوها دخل لاخواته وبيتهم اللي قابلنا ده دخل لاخوه قال له الامر واحد اتنين ثلاثة حصل من اخوه ازاي ده بنته قال له هو ده اللي حصل وبنتي قالت كده والدكتور كشف وقال له ان البنت حمل في الفترة ده قال له انا عملت كده وكان غزبا عني انا مش عارف ايه اللي حصل لي اموت نفسه لدرجة ان هم طلعونا مرة واثنين وعشرة يعني اخواته الكبير والصغير طلعوا لي هنا وقعدوا على الكنبة ده وقالوا احنا نعمل ايه نحل ازاي طب اعمل ايه سقط البت طب اصقط واحدة بقالها اربعة شهر يعني الجنين دلوقتي بيتحرر في بطنة اصقطها ازاي طب لو سقطت دلوقتي ما هو في خطر عليها بقى عمها وامرات عمها اللي هو عمل فيها كده يلفوا على الدكاترة عشان يصقطوها وروحوا للدكاترة والدكاترة قال لهم اقل مضاعفاتها تحصل للبنت انها هتشيل الرحم ده لو ما ماتتش فيها هتشيل الرحم المهم انا يعني اعمل ايه انا عشان ده اغطي حاجة هو عملها وغلط في بنتي اغطي ده اموت بنتي ولا عهيل عشرين سنة اروح اشيل رحم بتاعها ولا اعمل ايه مش فهم طب جزه عمل ايه بقى جزه في الفترة عمل ايه جزك يا سرائي عمل ماكي ايه لما عارب ما عملش معا احد هو امامي رخوله وسيم عميله متلام ادبره يعني قال له رحوط اسمي واحد تاني وانش ورا كلامه قال له ما اخويا ما عملش كده اخونا ما عملش الكلام ده اللي عمل كده واحد ده هو اللي عمل في المراتك كده وخافت تقول له على اثنين احنا وبعد كده عملت ايه المهم هو يا مراتك اطلعت لي هنا وقعدت تبوس على رجل جوزي وتقول له طب انا هتطلحه مراتك بتقول لك اه بقولك سامح جوزي اللي اختصب بنتي اه وهجب لكم الكفن وسكينه ويطلع لكم به قلت لها يجيني انا كان في نهاية انه يطلع لي انا موته مش اودعيالي في دهيا انا قلت انا هلها موته وراقي ياح الدنيا منه وانا انسجن ولا رح في دهيا المهم ان انا اشف غليلي اللي جواي هي قال له الكلام ده فهم بيقولوا الجوزي احنا هنديك قراتين ارض ونديك ح اقف الشقة في البيت بتاع العيلة ونديك الشقة ولو عايز فلوس هنديها لك امتنا جاية قلت له احنا ما بنتجرش بشرف العيلة لما صممنا على الموضوع ده امو جايين طلعين فقلنا احنا هنشتكي طولهم انا هشتكي بادام انتو بتتكلموا مفيش حل لا انا هشتكي قبل انا ما خط خطوة كانوا هم رايحين لجوزة وماتفقين معاه ان يروحوا يشتكاءوا في قضية الزنا وجوزها رافع عليها قضية الزنا مش ورا كلامهم وهو نفسه بيقول دلوقتي انا باندا بيقول انا باندا مني مشيت وراهم واتحركت وخطيت خطوة قالوا له ده البت ماشيها وبطول ازاي نها بنتكوا بتقول علىها ماشيها وبطول ازاي طب ما قاعد السنتين قاعد السنتين واربعة شهر عندي جسة الاولاني ديا والموضوع ما كانش موضوع بس الخلاب ده كان عنده حاجة يعني ربنا يا ربي يكرمه ويعوضه خير هي حاجة اساسا في الموضوع دوان واخن خلاص عارفنا الموضوع وبنت اتطلقت ما مشيتش في الغلط ليه وهي على زمة الاولاني اشمعنا في الفترة اللي اتطلقت فعل هتمشي في الغلط وجوزها رفع عليها قضية الزنا في الاول رفع رفع قضية الزنا وكان بيمشي هو وهم كل خطوة بيخطوها كانوا بيخطوها مع بعض الدم عيني في المركز مع بعض في النيابة مع بعض خلوا الواحد اساسا ما بقاش عارف يمسك نفسه ولا يمسك احصابه لما اهلي يعملوا بنتهم طب إلا خل الجوزها يغاير رأيه في الآخر بقى لما هدي كده وقاعدت وطلعت التحاليل وطلعت بتاع أمها رجع قال انا عايز اكتب الطفلة باسمي وهرجع مراطي بعد ما سوراية خلفت وطفلة هي طفلة جوه في القوضة وقال انا هرجع مراطي قال هرجع مراطي وبندم ورحنا حتى يعني من ضمن الكلام قال لي تعالي ورحنا دار الافتة دار الافتة في الدراس وقالوا له يعني عشان نسأل الجواز ده صالح ولا لأ وقالوا له اه من ناحية الشرع الجواز صالح والبنت ترجع معاك ومراطك والبنت الصغيرة انكتبت يعني باسمه هو دي بقى النقطة ده ده الجديد ده يعني ان هو جوزها قرر ان هو يرجع مراطه وعارف ان دي مش غلطتها وهيكتب الطفلة باسمه باسمه وانكتبت باسمه يا أستاذ تامر بس دلوقتي هي انكتبت حلال شرعا دار الافتة اقاره اه قالت ان حلال وهي شرعا وقانونة تنكتب باسمه ان ده سترة لبنها اه لان طفلة وهي يعني هي ما حصل لله حصل وكده وهي لست على زمته قال لك لأت نكتب باسمه والحمد لله ربنا هدا وكتب البنت باسمه وعايز يرجع مراته النهاردة قبله بقرة وما فيش بعد كده سوريا موافع انكترجع الجوزة حاولا ارجع عشان بنتي سوريا انت يعني هتتعامل ازاي مع عمك ومع اهلك يعني دي نقطة مهمة برضه هتتعامل معهم ازاي بعد كده مش هتتعامل معهم ولا مش مش هتتعامل معهم ولا مش مش ناوي تتعامل معك نا ناوي عبوم تاني انتو ناويين علي بعد كده انا ناوي علي ايه انا ناوي ان هتتنتي لما حقب انترك معلش ما حصل هي مش قصر لحاجة يعني ما قصر ليش حاجة ما ضيع ليش حاجة ما خلهاش ماشية وضربها ولا قصر رجلها ده 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 يعني اختصاب وفضيحة احنا ما عدناش عارفين نتكلم مع الناس ولا عادلين عارفين نتكلم مع حد وكله وياريتهم عملوا اللي عملوا سكتوا ده ماشيين النسوان والرجال يشهروا بيها والله يا العظيم يا أستاذ تامر ماشيين بيشهروا ببنتي انا بسمح كلام زي الزفت يقولوا لأ ده ماشي ابننا طب ازاي ماشي ابنكم تنت لما هو محترف لكم ازاي ماشي ابنكم والتحاليل برضو سكتنا لما التحاليل طلعت التحاليل أثبتت وكل الناس عرفت دلوقتي التحاليل طلعت وطلعت منه برضو بيقوحوا يعني برضو بيقوحوا كان بينكم مشاكل قبل كده والله أبدا كان فيه اي خلاف على بيت على أرض مرأة ما فيش حاجة بس أنا اسألك حاجة يا أمي ما حسيتش واحد في المية انه عينه من بنتك ما حسيتش واحد في المية لما بيجي يزوركو انه هو بيبصل لها بساط مش طبيعية ما فيش الكلام ده يا أستاذ تامر نهار فرحها كان ماشي وراها نهار فرح بنتي كان حاضر هو امراته هو بيشرب حاجة ولا بيشرب ولا اين تكون ده بيصلي الوقت بوقت وكان شابكة ابني وكان قاعد هنا ومتعاشين وقاعدين مرايحين معانا الشابكة وجايين ولا فيش اين تكون انت عملت كده ليه هي امراتك والدة انا زنبي ايه وبنتي زنبها ايه يحصل لها كل اللي حصل وبعدين مش واحد غريب ده عماه يا أستاذ تامر يعني عماه ازاي ان عماه يخبط على الباب يعني اغلطتها انها فتحت له مثلا طب سورة انت نوعي ترجعي امت الجوز هترجعي امت انا اعرف ان الجوز تقرر ان هو يرجع امبارح اول امبارح الجميع دون صحب مش ده اللي حصل فانت نوعي ترجعي بيتي كامر لسه شوية كده المعشودة سلامي ليه والله يا أستاذ تامر روحي التاعي نحن تعبنا طب هي ليه لازمة يعني ماشي حصل اللي حصل وهو خلاص بياخد جزائي ايه لازمة تلعبك والكلام فلوس ايه اللي بيتكلموا فيها يعني لدرجة ان هما بعد ما هو بني التحليل بيكلموا نسأل عشان يدونا ارشان ولتنازل وبنتي تتنازل انت رفع عضية عليه دلوقتي 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 ده تتحال جنياب تتحال 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 جنياب تتحال تتحال جنياب بتم تختصار البنت الصغيرة دي زنباقية 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 تتعاير بشيء هي ملازم بشيء زنباقية كنت فكرتوا ان انتو تحط البنت في ملجأ او في حاجل او والله لا انا قلت البنت لو وصلت ان انا هجري وعمل ورقة واكتبها باسمي يعني اختبر البنت دي انا تعبت فيها اكتر من امها امها حمل بس انما انا اللي دخل والله العظيم من نهار بنتي ما جاب بيتي هنا للان والساعة انا بجرب بنتي عندي ده كثرة مخة واحصاب عندي ده كثرة نفسي انا ما اعدتش برتالة والله العظيم انا ما عارف اجمع جنيه من فلوس جوزي ولا ولادي ما عارف عارفة ربنا يعفو عنا ويعافينا وحمد الله على سامتك وصرايا وانا بحترم جوزك الحقيقة ان هو اني قرر ان نكتب البنت باسمه فعلا بنتي لا نهار اي زنب بأي شكل اي ان كان هي مخترتش الواقع ده وده شيء صعب الحقيقة لما هو قدر والعزية تأتي من العام ويأتي من عارف حد ربنا اكتب لك حقيقة احسن من اللي انتي مريت بيها وانا بشكركم على وقتكم ربنا بإذن الله رب انتبع معاك كده هيكون حق صرايا جي كامل مكتبا يا رب يا استسنى يا رب اشكرك يا صرايا الحمد لله على سلام